السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي ومتتبعات قناة وصفات لكم سعيدت بلقائكم أتمنى دائما أن تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم جئتكم بوصفة جديدة ورائعة مناسبة للبشرة الجافة وحتى البشرة الدهنية إذا كنتم مهتمين تابعوا معي هذا الفيديو للأخير فقط بالنسبة للزوار والزائرات الجدد أتمنى أن تشتركوا بالقناة مع الضغط على زر الاشتراك وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إذن أول مكون سنحتاجه في هذه الوصفة هو كريم الجليسرين كذلك ممكن استعمال حتى زيت الجليسرين بالنسبة لكريم الجليسرين له فوائب كبيرة للوجه والبشرة فهو يجعل البشرة جميلة خالية من الشوائب كذلك يعمل على ترطيب الجلد الجاف وكذلك المحمر كما يستخدم الجليسرين كمرطب للبشرة وأيضا يجعل الجلد مشرق أما بالنسبة لثاني مكون وهو طبيعي 100% وهو عبارة عن الخيار كما تعلمون للخيار فوائب كبيرة للبشرة كذلك يعمل على تقليل من إفراز زيوت البشرة وأيضا يعالج حبي الشباب بالإضافة إلى أنه يزيل العالات السوداء البقع الذاكنة والتصبغات ويبيض البشرة يزيل كذلك التجاعد ويجعل البشرة رطبة زيادة على أنه يناعمها له العديد كذلك من الفوائد فهو يزيل الرؤوس السوداء ويقضي كما قلت على التجاعد إذا حبيباتي بالنسبة لطريقة عمل هذه الوصفة سنقوم أولا بأخذ قطعة من الخيار نقوم بغسلها جيدا ثم سنقوم ببشر الخيار بقشوره لأن القشور فوائد كبيرة للبشرة فهي تعمل على تبييضها وكذلك تغرية البشرة بعدها سنأخذ تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من كريم الجليسرين أو كريم الجليسوليد سنضع هنا كما قلت مقدار ملعقة صغيرة بهذا الشكل ثم نبدأ في مسجي وخلط هذه العناصر مع بعضها البعض إلى أن تتجانس دائما على بشرة تكون نظيفة نقوم بغسل بشرة الوجه بالماء الدافئ لإزالة كل الأوساخ وكذلك حتى تتفتح لنا المسامات بعد ذلك نأخذ هذه الوصفة مباشرة نقوم بدهن بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة ممكن أيضا وضع هذه الخلطة حتى على منطقة الهالات السوداء فهي تزيلها بشكل ممتاز جدا نقوم بفرض هذه الوصفة أيضا على اليدين والقدمين فهي تعمل على تبييضها ثم نقوم بتركها تقريبا لمدة ساعة إلى ساعة ونصف بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد وهنا لن نحتاج لذهني الوجه بأي كريم مرطب لأن هذا الكريم فهو يعمل على ترطيب البشرة حتى ولو قمنا بغسل هذا الكريم سوف تبقى البشرة رطبة وناعمة كذلك هذا الكريم يستخدم دائما في الليل قبل النوم فهو يعطي نعومة كذلك تفتيح رائع للبشرة فالوصفة رائعة جدا فقط داوموا عليها سوف يصبح الوجه نظيف أبيض وخالي من كل الشوائب إذن كانت هذه هي وصفة الخيار الرائعة جربوها إن شاء الله تعطيكم نتائج جيدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد من طلبكم ودمتم في أمان الله